بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكم عزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم وبرنامجكم ملك وكتابة الأهلي والعودة إلى المستقبل فكل أحلام الأهلي هي واقع في مستقبله إبراهيم أهلاً بك بشمانس أهلاً بك عزائي المشاهدين وكل سنة وانتوا طيبين أول لقاء لنا مع حضراتكم بعد عيد الفطر المبارك أعاذه الله عليكم وعلى مصرنا الغالية باليمن والبركات إن شاء الله الحلقة 678 من ملك وكتابة يرغب المهندس عدلي فيها للسفر إلى الماضي والمستقبل شوف أنا وإنت كنا بنجهز لحد مبارح قبل انعقاد مجلس الإدارة وعملين ردود على كل الإفتاءات والإفتراءات والأكاديب والتجاوزات التي وصلت بعضها إلى حد التجرؤ وعملين حالة فاهمين إن إحنا يعني هنرد بقوة جداً ولكن ما أنصدرت قرارات مجلس الإدارة حتى تغير كل شيء لأن ما حدث في هذه الجلسة التاريخية يفوق الأحلام بالفعل بالفعل هي حزمة قرارات مهمة وتشكيلات تسافر بالأهلي إلى المستقبل البعيد بجد وتحقق طموحات كبيرة جداً وتعود بالأهلي إلى جزوره بقول لكم يعني لما هتشوفوا إزاي النادي الأهلي بدأ وإزاي مبارح قرر هتعرفوا إنه لا دا حالة سابقة عصرها وأوانها بجد لكن ملك وكتابة ابتداء من الحلقة اليوم ستمائة تمانية وسبعين هيكون معدنا مع حضراتكم كل يوم اتنين من تسعة لأحداشر مساء على الهوى يوم الخميس إن شاء الله حلقة الخميس هيكون فيها وقت متسعة شوية هتبدأ الساعة عشرة وتنتهي في الواحدة بعد منتصف الليل فيكون فيها جزء كبير جداً أو وقت متاح للمزيد من الردود على كل هزي الإفتراءات والإفتئات اللي دايقتك الفترة اللي فاتت لا فيه يعني الناس بقت خلاص بتلعب على المكشوف قوي 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 وعارفة إنه بتجدب وبتجدب لإنه عارفة إنه دي خطة وبدونها يعني مش هيوصلوا لحاجة لإنه لو اعتمدوا على الموضوعية لخسروا كثيراً فإحنا كنا مجهزين وحن رد مش هنسيب حاجة من غير رد لكن خلينا الأول أقولك ليه أنا فجأة قلت لك ما تيجي الحلقة دي لأن الحقيقة عايز أقولك أنت كنت شال كفنك على إيدك في صراعك في هذه المعركة وأنا معاك صحيح عشان نوصل للحظة دي دي كانت تفاصيل مهمة جداً هنفكركم بيها لكن بدايةً هذه أبرز عنوين الحلقة مقالي ومقاله سابق عصره وأوانه الغربال الاحتجاج إثبات موقف وماذا بعض متلسانه التنمر والتاقات الخمسة الشموع الحمراء الدكتور محمود بجنيب أسرار الملك فليكس الصفخة الزهبية وأخيراً مجلتنا من أربعين سنة ده المحتوى بتاع حلقة النهاردة لكن قبل ما نخش في حلقة النهاردة عايزين نقول لكم أنه دلوقتي بعثة الأهل موجودة في مطار القاهرة للسفر الآن يمكن الساعة التاسعة موعد إقلاع الطائرة الخاصة وعلى متنها بعثة النادي الأهلي إلى بيريتوريا للقاء سانداونز يوم السابت إن شاء الله يا بش مهندس إياب دور التامانية لدور أبطال أفريقيا سانداونز والمبره صعبة صعبة وأنا كنت بتحدث مع الكابتن محمود الخطيب كان في طريقه إلى المطار قبل الحلقة على طول والراجل من إدراكه كالعادة بأهمية هذا اللقاء هو قرر دائماً في الحاجات الحارجة والمهمة جداً أن كل شيء يبقى تحت عينه وموجود فيه فهو يعني مع البعثة في هذه الطائرة نتمنى لهم كل الطوفيق ويرجعوا بإذن الله بالنصر المهم جداً اللي حي خلينا نخوض المراحل اللي جاية واحنا أكثر اتمئناناً وثقة طيب هقول لكم الأول يعني البعثة برقاسة كابتن محمود الخطيب ومسافر أيضاً لأستاذ طريق أنديل عضو مجلس الإدارة مرافق للبعثة والكابتن الخطيب ده اطلاعه بدوره في اللحظات المهمة لدرجة أن حتى اللعيبة لو تذكر وإحنا في قطر في بطولة العالم للأندية اللعيبة قالت بمجرد ما بنشوف الكابتن الخطيب على رأس البعثة بندرك أهمية الموضوع خلاص هو لو ما تكلمش ولو ما عملش جلسة ولو ما تكلمش لا مع الجهاز ولا مع اللعيبة بمجرد ظهور رئيس النادي في هذا الموقف أو هذا التوقيت رسالة واضحة وصريحة ومباشرة لللعيبة بأنه لا المسألة عايزة تركيز خاص جداً وخلينا نتذكر أنه إلى نفس الدولة إلى جنوب أفريقيا العام الماضي الفريق في موقف صعب وكان ساندونز لسابق موقفه مع النادي الآلي اهتم الكابتن محمود الخطيب يسافر ولو تذكر دي لخطات حالية من مطار القاهرة دي من مطار القاهرة الآن بس عايزة أقول حاجة بمناسبة جنوب أفريقيا لأنه الحقيقة من البطولة اللي فاتت تولدت بين الكابتن محمود الخطيب ومستر موتيبي رئيس نادي ساندونز اللي انتخب بالإجماع رئيساً للاتحاد الأفريقي في هذه الدورة علاقة من الاحترام والتأدير المتبادل إلى درجة أنه لما النادي الأهلي رغب في التعاقد مع مستر بيتسو موسماني كان شرط النادي الأهلي وشرط الكابتن محمود الخطيب اللي قاله في خلال التفاوض مع موسماني الأول نادي ساندونز يوافق وده الاحترام من اللي بين الأندية الكبيرة يعني هو ده اللي بيستمر وبيدوم وبيبقى على العلاقات ولذلك يعني هذا التأدير الكبير والعلاقة الطيبة جداً اللي تولدت من قبل كده واللي أعتقد النادي الأهلي عبر عنها بالتعاقد مع بيتسو موسماني أكدت على شكل العلاقة وما فيها من تقدير واحترام عالي جداً بالذات لما ينتخب مصر موتيبي رئيساً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنا شخصياً لقيت في السوشيال ميديا تغريدات أكاونت فيك منسوبة ليا أنا إثاءة وهجوم على الرجل من غير لن أعرفه ولا نقابلته ولا نتكلمه هو السوشيال ميديا دي خليه على جنب حاجة غريبة جداً خليه على جنب لأن أنا في أكاونتات بإسمي أنا ثاني وثالث وعشر ما ليش أي حسابات أي حاجة منسوبة إليها هي نوع من أنواع النصب نتبنى الناس نهدى شوية بس في الإفتراءات الفيك لأنه فعلاً العلاقات الطيبة المحترمة لازم أن يتحافظ عليها وليست مجلة للعبث على الإطلاق الآلم سافر يمكن من الأخبار اللي كانت في آخر لحظة تخلف مروان محسن مهاجم الآهلي عن السفر مع الفريق لأنه مروان اشتكى من بعض الألم في الرجبة بيتسو مسماني اختار القائمة اللي سافر بيها دلوقت اللي موجودة علاماتنا الطائرة فيها محمد الشناوي وعلى لطفي وحمز علاء ورمي ربيع وياسر إبراهيم وبدر بنون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بكهم وعلي معلول وعمر السلية وقاليو ديانج وأكرم توفي وحمدي فاتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجيي وصلاح محسن ومحمد شريف حمدي فاتحي يعود ويسافر طبعا جونيور أجيي تأكيدا لعودته شارك في جزء من المباراة الأخيرة وكمان وجود علي معلول في قائمة المسافرين أنتم عارفين أن النادي الآلي حيلعب مباراة ساندونز ويطير مباشرة من بريتوريا إلى الدوحة عشان يفضل موجود في قطر لحين مباراته اللي جاية مع نهضة بركان في يوم 28 على كأس السوبر الأفريقية قائمة تستكمل قوتها باشماندس بحمدي فاتحي وعلي معلول ملاحظاتك عليها إيه ملاحظاتي أولا الحمد لله على عودة الثلاثي أجيي وعلي معلول وحمدي فاتحي عايب لكن اللي أنا عايز أقوله غير معقول أن الناس متصورة أن اللعيبة اللي رجع من إصابات وغابة ها دي الغايبة الطويلة هترجع في التميق هتجاز في المباريات يعني كنا تملي في موتشات ودي عشان الناقيين يستردوا لأقل البدنية الفنية مش موجودة فلما تبتدي تعتمد على المباراة الرسمية وتقدم اللعيبة الناقيين دول الناس مش متحملة أن حد منهم يظهر بأقل من مستوى الفردي أو أن دي يبقى على حساب دمعية الفريق حتى يعني يعني الناس لازم تدرك هذا يا جماعة إحنا ما عندناش وقت نرجع اللعيب وعشان نحدس الانسجام واستكمال الفورمة الفنية في المباراة ما فيش وقت فالمطلوب إن إحنا نستحمل هذه الهزة في الأداء علشان الحمد لأن إحنا بنحق الأداء الاستراتيجية من هذه المباراة حتى الآن مش عايزين بقى القصوى الماليش دعوة كلمة تاني الماليش دعوة بابا أنا عايز عربية يا ابني معيش ده أنا مديون أنا ماليش دعوة لا ماينفعش وأنا عايز أتجاوز لا ماينفعش إن ما كنتش تدرك أسرتك وظروفها يبقى مش أنت الإبن البار مش أنت الإبن البار عايز أقول لكم إنه مصطفى شبير كمان تخلف عن السفر مع البعثة لبداية شكواه من ما يشبه أعراض كورونا إن شاء الله يكون مصطفى سليم إن شاء الله يكون في أحسن حال سافر حمزة على الحارس الشاب زميله ليكون تالت الحراس مع الشناوي وعلي لطفي عايزين بسرعة كده قبل ما نخش في القضية اللي أنت نفسك تتكلم فيها لأهميتها يعني نبارك للكرة الطيرة للسيدات لعبوا ماتش مع نادي الصيد في ختام الدوري ولكنهم هي مبراطة حصيل حاصل لأن الكاتب البطولة قد حسمت ولكن انتهت منذ قليل بفوز الأهلي ثلاثة واحد وتأكيد جدرت بهذه البطولة كذلك في كرة القدم أهلي 2006 تساوى الإنتاج الحربي مع نادي الأهلي في كل المعيير في كل المعيير ده ماتش الطائرة الأهلي والسيد آه في كل المعيير النقاط المجات المباشرة فارق النقاط الأهلي والإنتاج الحربي الإنتاج الحربي أسف آه آه فأنا قلت الإنتاج الحربي قلت слова الانتاج ما قالوا الانتاج الحربي آه 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 والأهلي تعمل القرعة والأهلي كسبها بس بص يلجأوا لإيه لأنه دي مبتحصلش كتير الآهلي والإنتاج الحربي في 2006 يا جماعة في كرة القدم لإنه دي لقطات من كرة الطائرة النهاردة الأهلي والصيد لكن الآهلي والإنتاج الحربي يتساوي في رصيد 2006 يتساوي في رصيد النقاط كل واحد 19 نقاط فيقولك طيب المواجهات المباشرة المواجهات المباشرة متعدلين فيها النتاجر اللي رايحة جاية بينهم متعدلة كل فرقة فيهم سجلت 17 هدف كل فرقة فيهم جي فيها 12 هدف يعني مش حشان 19 و14 فتقولي الأكثر هجوماً لا 17 و12 19 نقطة 19 نقطة 17 هدف 17 هدف 12 هدف عليك تعرف ده لو مش النتاج الحرب لو حد تاني ما كناش خلصنا لأ في دي بالذات كنت هتخلص ونت هتعمل ايه طيب ما كل حاجة متساوي هقولي الجوني أحسن من جونك الاهتمام الفجائي والمبالغ فيه بالنتائج هذه البطولة ده شغل التحفيل التحفيل وشغل الناس اللي هي شافت من هذه البطولة عوضاً عن حاجات كتيرة فاتتها فكل حاجة دلوقتي أصبحت يعني قابلة للمزايدة والتحفيل واحنا عمالين نفقد متعة كرة القدم خطوة بعد خطوة إذا ما شفناش حلول وتحملنا جميعاً من سؤالتنا طيب عايزة أقولك الآن والبعثة على سلم الطائرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أجرى اتصال بالكابت المحمود الخطيب علشان يطمئن على أحوال البعثة ويأكل دعمه ومسندته للفري ويتمنى له التوفيف هذه المهمة اللي إن شاء الله الأهل بيتطلع فيها اللي بلوه نصف النهائي وكابت الخطيب وجه الشكر لسيد الوزير على اهتمامه ومتابعته ودعمه للأهل وفرعه الرياضية وكل الفرق اللي بتمثل مصر في مثل هذه المحافل القرية المهمة في 2003 عودة للناشئين اللي كان فاز على الزمالك في ملعب الزمالك في ميتعوبة 1-0 عن طريق إبراهيم عبد الحاكم أو عبد الحاكيم مدافع الفريب بضربة رأسية ليقتنص الأهل الثلاث نقاط الأهل رفع رصيده ل27 نقطة والزمالك بيتقدم في هذه البطولة لكن لسه الأهل له ثلاث مباريات والزمالك له مبارتين هنشوف المتبقي في البطولة هيقول إيه لكن موليد 99 بطولة الشباب للأزمة الكبيرة لازالت حتى الآن تحده الكرة كان حدد موقف أو حدد موعد 26 للمباراة والزمالك كان أعلن كابتن طارق يحيى أن فريقه لن يخوض هذه المباراة حتى الآن لم يتقرر شيء فيها هو أزمة زي ما بقولك يعني بهدف التحفيل ومغازلة الجماهير إنما هي في الواقع لن تقدم ولن تؤخر لأن الهدف من هذه لأن إحنا لكونوا مهتمين أو البطولة دي كنا احتفظنا باللعب المعارين بتوعنا وفي الحالة دي ما كانش هيبقى فيه منافس إنما هي الفكرة كلها نوع من إنك إنت تعمل يعني أنا كسبتك وإنت كسبتيني وأنا كسبت البطولة دي وأنت كسبت البطولة دي نرجو إن إحنا نخرج بقى من من الدوامة اللي ملهاش جدوة دي طيب كان مجلس الإدارة مبارح يمكن أن المهانس عاد لأشار في البداية هقول لكم بعض أو فيه قرار مهم جدا برى تشكيلات الشركات دكتور سعد شلبي كلف بالقيام بأعمال المدير التنفيذي للنادي لحين إتمام إجراءات تعيين مدير تنفيذي أنا برضو قبل الحلقة كنت بتكلمه هو القائم بأعمال لأن فيه إجراءات لازم تتمل أول وبقول له ربنا معاك وانت أداوه أدود وعنده كل الخبرات وأنا متفائل بيك جدا وده قرار صدى في أهله فقال يا كابتن عدلي لازم تحط لنفسك يعني كريدت في هذا الموضوع أنت اللي رشحتني وانت اللي أسريت علي وانت اللي تنبأتلي وانت اللي دعمتني قلت له أنا وهو كان عارف الدكتور سعد جيت يصطدني في أصطدته يعني أنا لما جيت مسكت إدارة التسويق الإستثمار أنا ما عنديش خبرات أكاديمية لكن عندي خبرات عملية في هذا الأمر فكت مطالب ما عنديش مرجعية حتى أرجع لها أعمل الإدارة دي إزاي فكنت مكلف إن أنا أعمل أول مرة موظف يحط النفسه التارجيت ويحط النفسه job description أو مواصفات الوظيفة اللي حيتحاسب عليه فحطيت كده فجأ لي حد كده زي ما أنت شايف راجل محترم أوي عرفني أنا أستاذ كذا في الكلية المنصورة أنا بعمل دكتوراه في التسويق الرياضي وأنا يعني بدرسها في ألمانيا وكنت جاي عزق التجربة بتاعت النادي قال قعد تتناقش تتناقش معاو وهو قايم بتقولي بقولك إيه إيه رائع تشتغل معا قال لي إزاي أنا بقى بتقوله لا أنت عتشتغل مستشار لإدارة تسويق الإستثمار لإن أنا محتاج إن أمنهج الشغل بتاعي بشكل علمي وإنت اللي حتقدر تعملي دي ومن يومها الراجل الحقيقة كان إضافة قوية جدا 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 في كل الخطوات اللي مشيناها وراجل تعلمت منه كتير جدا هو توضعا بيقول أنه أحيانا كان بيتعلم مني لكن أنا من ناحية العلمية هو طبعا خبرات يعني كفاءة علمية كبيرة جدا واخد دكتوراه من ألمانيا وحد بلر اللي عمك وانت قيمة عملية فاختلط العلم بالعمل هو مش بيعمل رسالة الدكتوراه علمية في الدورب هو عاجي عيشها عاجي عيشها صحيح فلاعا تجربة النادي اللي حتديله ده صحيح في سنين مختلفة في جامعة المنصورة في هذا الأمر تات الدنيا بتبقى كده في وجود الدكتور سعد واتكلمنا على تجربة الأهلي الحقيقة إضافة رائعة جدا ولم يدرك أحد أهمية الدكتور سعد إلا الحمد لله أنا كنت معين ثلاثة أو كنت بستعين بتلاثة هو ورحمة الله عليه حلم عبد الرازي مستشار قانوني وحنان الزيني معنا في الإدارة حنان مطلقت في الكورة حنان ابتدت سكرتيرا وبعدين تطورت وكان فضلنا نسند إليها ملفات لحد أما بقيت تحضر معنا في لجنة الكورة حتى النهاردة يا مسكة مسؤولة اللوايح الكل ما قدمناهم الحقيقة هم دلوقتي إضافات قوية جدا للنادي الآلي وده معناه إيه إن محدش بشتغل لنفسه محدش قال لك عدلي ماشي بقى رجالة مع السلامة لا استفادوا منهم لأنه لقوا فيهم كفاءات تضيف للنادي الآلي وهم مش هنشتغل مع عدلي يا بلاش لا إحنا بنشتغل للنادي الآلي وأنا بالنسبة لي ما هواش الفرحة الكبيرة إن أنا عندي استطاف لا الفرحة الكبيرة إن في يوم الأيام كل واحد من دول يثبت إن أنا كان اختياري موضوعي فده سعد الشلبي دكتور سعد الشلبي يعني خيره خلف لخيره سلف لأنه الحقيقة كبان العميد محمد مرجان في هذا المنصب في المدير التنفيذي للنادي قدم كمان تجربة هائلة جدا بخبراته العملية سواء في النادي الآلي أو حتى في تكوينه العمل كراجل شرطة قدم الحقيقة تجربة مهمة جدا كانت امتداد لعظماء جلسوا على هذا الكرسي طبعا يمكن من الإحراج إن المهندس عدلي موجود إلى جواري وأنا قدر أقول لكم كده سواء الكابتن الكبير جدا والقامة الأهلوية الكبيرة كابت المحرم الراغب والمهندس عدلي والأستاذ ممدعب حكيمة عليه رحمة الله في العقد الأخير أو في الخمسة وعشرين سنة الأخيرة منصب المدير التنفيذي للنادي الأهل يا جماعة كان حاجة مهمة جدا فالدكتور سعد شلبي أو من سيستقر عليه اختيار مجلس الإدارة وفقا للإجراءات القانونية اللي حتتبع هيكون إضافة كبيرة جدا لمقعد بات كثير أو شديد الأهمية في النادي الآلي مع تعدد المقارات مع ازدياد مساحة النادي الآلي مع عظم التحديات أنا بس عايز أنت ذكرت نقطة غاية الأهمية نقطة واحدة نقطة دي العجباني لأن كل ما يخصني أنا متنازل عنه لا مش حاجة لا متنازل عنه لا لا طبعا طبعا يعني لكن أنا دلوقتي مسألة خير خلف لخير سلف أو خير العميد محمد مرجان لما جاه قدم إضافة تنفيذية رائعة وقدم نموذج إداري فريد وقدم متحدث لبق مرتبط بكل قضايا النادي الآلي ومقاتل من أجل هذه القضايا ربما يكون دكتور سعد كمان وجوده في هذه اللحظة التاريخية مع ثلاث شركات جدد بيتيح للشركات دي إنها تلاقي مدير تنفيذي أيضا كان إيده في الملفات دي في الملفات دي فالنادي الآلي مفيش عشوائية عنده كل واحد بيختار بيختار بعناية فائقة وبيثبت نجاح مبهر بطبيعة مرحلة كمان وده اللي بيخليني أقولك العودة إلى المستقبل العودة إلى المستقبل ومنها إلى فاصل وبعد الفاصل كلام كتير مهم أهلا بحضراتكم جديد البعثة حركت الطائرة من مطار القاهرة هتفضل ساعة ترانزيت في أسوان ومن أسوان تسافر بإذن الله مباشرة بعد ساعة من وصولها إلى جوهانسبرج في رعاية الله بإذن الله تعالى شفنا كل ما في دفتر الأحوال قبل الفاصل لكن هناك كلام كثير ومهم في مقالي ومقاله سابق عصره أوانه بس أنت في البداية قلت حاجة تانية هو ده المعنى إيه الحاجة التانية اللي أنا استنبطتها من اللي هحكيه لك ده مبارح ابني بعدما شفنا قارات مجلس الإدارة والثلاث شركات والتشكيلات المبدعة الموفقة جدا لمجلس الإدارة في قيادات هذي الشركات فقال يا بابا افتح الواتس بتاعك لقيته محول لي حاجة بعتها له واحد اسمه أندرو نادر قال له ده تسجيل نادر لقيته عندي نادر من أندرو لقيته عندي لكابتن صالح في حديث مع المزيعة أمينة صبري بيتكلم فيه على تجربة الاحتراف سمعت الحديث اللي حضرتك تحمس له قبل ما علق عايزك الناس يسمعوا معانا بعدين نعلق شوفوا عترافه قد إيه نادر الأهل ده سبق عصره أوانه وإزاي المهندس عدلي قال لكم العودة للمستقبل قرارات الأهل مبارح برئاسة كابتن محمود الخطيب لمجلس الإدارة تشعروها كانت نبع من هذا التسجيل الصوت النادر لكابتن صالح سليم عليه رحمة الله نسمعوا دعيتك لاعب محترف نادر نقول بقى أنظام الاحتراف في الكرة يصلح مثلا لمصر لبلدنا العربية طبعا هو أنظام الاحتراف يصلح بس قبل ما نطبق نظام الاحتراف نظام الاحتراف ده عبارة عن أنه بيتحول النادي من مؤسسة رياضية كده هواية وبتاع إلى مؤسسة رياضية تجارية يعني بيبقى فيها أسهم وبيبقى فيها زي شركة بالضبط أو زي فرقة مصرح اللعبة تمنهم بيبقى في السوق يعني يعلى ويوطى وبتاع لحسب أداءه وطبعا في حاجات بتنظم هذا لأنه كل ما يعلى كل ما نسبته في المبلغ اللي بتدفع فيه بتزيد أو بتقل فبيحاول يحسن نفسه باستمرار وبعدين النادي ككل بقى الدخل المباريات ده بيبقى يا ما كسب لما بيكسب باستمرار الناس كدير بتيجي تتفرج عليه وبيوصل بقى لبطولات إذا كان في أوروبا بطولة أوروبا أو بطولة أمريكا أو بطولة أفريقيا فدخله بيزيد بيكسب كمؤسسة بقى بتشتغل يعني نعم الكلام ده بقى عشان نطبقه في مصر ده يبقى صعب جدا ده يعني مسألة مش مهيئة من ناحية التنظيمية وبعدين كمان عندنا الأمن بيزيع المباريات كلها في التلفزيون فدي طبعا بتأثر على الدخل مين اللي حيحط فلوس في المؤسسة عشان وهي حجيله في بيته اه لا أبتكلم على مين اللي حيشترقي يعني حيساهم في الأندية دي عشان يدفع فيها فلوس وعارف ان كل المباريات بتزعف الهوى يعني مفيش إرادة فده مش ممكن انما طبعا ممكن انه يتطبق اذا كانت الدولة عايزة تطبقه وجده في هذا ممكن جدا لمصلحة الكرة او لمصلحة الرياضة واللعبة ولا مش لمصلحة هو احنا بنقلب الحكاية هو انا بقول انه لما يبقى فيه تنظيم للعبة المستوى بيرتفع ولما المستوى ارتفع يبقى بعدما يستوى ارتفع يبقى فيه احتراف يبقى فيه ناس عندها استعداد تيجي وتدفع فلوس عشان تتفرج انما لو كان مستوى منخفض ما هو زي بالضبط زي ما بقول لحضرتك فرقة مسرح بتقدم مسرحية بايخة ما حدش بيروح لما لما الممثلين يبقوا كويسين والمسرحيات يبقى كويسة بيبقى فيه اقبال وبالتالي الإرادات بتزيد نفس الحكاية بالنسبة اللي بخورة يعني قصد يقول من هنا مش الاحتراف هو اللي حيرفع مستوى الكورة لا التنظيم الاول وبعدين التنظيم ده بيرفع المستوى وبعدين لما المستوى بيقى مرتفع ابتدى نقول الناس دي بقى محترفة والله انا امنيتي ان الكرة تتصلح في البلد ونفسي انه المسؤولين ياخدوا المسألة يعني بشكل جدي والقاعد واللوايح والقوانين موجودة بس ما بتتطبقش في بعض منها عايز اعادة نظر لانها قديمة بس يعني يبقى فيه اهتمام ويبقى فيه مش بس اهتمام بالقوانين اهتمام بتطبيق القوانين وبتطبيق الاسس السليمة للنهود بريادة كرة القدم في مصر طيب سمعتوا معانا هذا الكلام وكابتن صالح كان له رؤية محددة مش رؤية رومانسية وكلام انشى يعني كل كلمة كان بيقولها توقفوا عن ده حتى هي ما بتقوله الاحتراف ويرفع المستوى قال لها ده نتيجة نتيجة التنظيم الجيد نتيجة تحرير اللعبة من عشوائية القوانين واللوايح والإدارة ان يبقى فيه المدخيل تقدر تتطور مع تطور المستوى فيؤدي الى الاحتراف المستوى المرتفع يؤدي الى الاحتراف يخلي المستثمر يجي يستثمر في كرة القدم على فكرة سيد إبراهيم اللي قاله الكابتن صالح ده مش كلام جايبه من الهوى ده ارجع بينا كده انت مجهز لنا حاجة بس عشان الناس تفهم الربط بين الماضي والمستوى العودة الى المستقبل والله لا لعمل امبارح قرر انشاء او شكل مجالس ادارات شركات متخصصة طب ايه رأيكم لأهلي نفسه في ابريل 1907 نشأ كشركة مساهمة احنا بنرجع احنا بنرجع للمستابل في 1900 انا هوريكم دلوقتي الساهم اللي النادي الاهلي تأسس بيه قيمة حص التأسيس قيمة قيمتها خمسة جنيه لتأسيس النادي الاهلي ده كان يا سيد الفاضل المؤرخ في 26 مايو 1907 ده ساهم النادي الاهلي يعني كورد القادل تحول الى الشركة هو الاهلي نشأ كشركة النادي نفسه ده الساهم بتاع نشأة النادي الاهلي عشان تعرفوا انه ده نادي مش من فراغ ده نادي له ورق بجد ده نادي له مستندات له تاريخه له جزور عقد تأسيس النادي الاهلي ودي برضو وثيقة مهمة جدا هتشوفوها حضراتكم عقد شركة تأسيس النادي الاهلي للرياضة البدنية الذي وضعه حضرة صاحب العزة عمر لطفي بيك ووقع عليه حضرات المؤسسين في كيام بقى في 26 مايو 1907 لقد تألفت بين الموقعين عليه وكل من يقبل هذا العقد فيما بعد شركة مدنية باسم شركة النادي الاهلي للألعاب الرياضية الغرض منها استئجار قطعة ارض من الحكومة المصرية للمدة وبالشروطة التي يحصل الاتفاق عليها وتم النصوص على المواد من كذا وكذا 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 ده عقد تأسيس النادي الاهلي يا جماعة ده عقد تأسيس النادي الاهلي كشركة مساهمة بصوا 1907 نكمل لك المعلومة بقى كيفة من بيع الاسهم حق النادي الاهلي 3500 جنيه كان بقى 1500 جنيه عشان الشركة تقدر تقوم تتجامل بالخمس ثلاث اه وانشاء النادي فبنك مصر طلت حربيات يدوره اقرض النادي الاهلي هذا المبلغ وابتدى النادي الاهلي يستقبل الاعضاء ويسدد التزاماته اه لحد ما تغير النظام الاساسي وبقى كل الاندية في مصر هي اندية خاصة ذات نفع عام لا تستهدف للربح الجملة اللي جمدت الاندية عن تطورها المنطقي ومواكبة الاحتراف في حينها طيب لحد ما تم التحرير تم التحرير الحقيقة في اتنين بالقانون 71 لالفين 17 طيب بيها بس انا عايز اشير بالفضل الاثنين في الحتة دي فضل الدكتور علي الدين هلال اللي اول ما تعملت تجربة ادارة التسوخ الاستثمار في الاهلي وعرضتها عليه كان حريصا انه يستوعبها وروحت عملت معاك تماعات وخد التجربة دي وعمل لجنة وخد قررت اللجنة وراح معانا كلنا على مجلس الشعب عشان يطوع اللوايح ان تسمح لنا نعمل شركات ومنها ونستثمر في الميديا منها عملنا شركة الاهلي انتاج الاعلامي وقناة الاهلي ليأتي الدور المهم جدا بتاعة المهندس خلد عبد عزيز الحقيقة المهندس خلد عبد عزيز وزير الشباب والرياضة السابق القانون اللي اتعمل قانون 71 لسنة 2017 عالج موضوع الاستثمار الرياضي بمفاهيم وآليات عصرية جدا وانا هنا عايز اقول انه حتى الحملة اللي البعض بيحاول يشنها على القانون في الفترة الحالية مفيش قانون بيتحط ككتاب مقدس القوانين بتتحطى عشان تمارس على ارض الواقع ومن الممكن جدا الممارسة تكشف الحاجة الى تعديل بعض المواد ده مش معناها طعنة في القانون او تقليلا من شأن المشرعين اللي قاموا بيه سنة هذه القوانين بالعكس قانون لب احتياجات مهمة جدا عالج كتير من الثغرات الموجودة قدم كمان فرص للاندية اولا للاستثمار بآليات حديثة جدا وبأفكار عظم دور الجماعيات العمومية على اروع ما يجب ان يكون خفف قبضة السلطة الحكومية على الهيئات الرياضية وفقا للمواثيق الاولمبية والمعايير الدولية اللي بينص عليها الدستور المصري يعني ما جابش حاجة من عنده فبالتالي كان اولى ثمار هذا القانون 71 ل2017 اللي وضع في عهد المهندس خالد عب عزيز وهو وزير للشباب الرياضة ما يحدث في النادي الاهلي حاليا أنا باش مهندس ما كان للاهلي او غيره من الانديا ان شاء الله كل الانديا تتحرك في ده نقطة واحدة انت قلت نقطة دلوقتي مهمة جدا ان المهندس خالي العب العزيز وهو يتبنى هذا القانون لحد ما صدر وظهر الى النور كان بعظم دور جامعات العمومية وكان يأمل ان اي اختلافات بسيطة سيبها الكل هيئة انها من خلال نظامها الاساسي بما لا يخل لا بالقانون ولا بالدستور ياخد بعض الخصوصية في هذا التطبيق ولكن شاء للبعض انه يعصف بهذا القانون ويضرب بعض الحق وبطريقة الوصول الى النظام الاساسي وطرق عرض جامعية العمومية وشوفنا هذه الحالات اللي قدت الى بعض التنقضات والهجوم على القانون وعلى فكرة ارجع بقى شوية معركتك انت انت فاكر لما جيت قلتلك اصاز ابراهيم اه انا الموضوع النظام الاساسي بتاع النادي الاهلي ده خضبني جدا لكن انا عايز اسأزنك لان الموضوع مخصنش لوحدي حنجيلك لا بس الاول لازم اقول لناس الحتة لتخصك انت اه انا قد اجازف بمكاني في النادي الاهلي في هذه المعركة ومش عايز اضرك لو انت مش موافق قل لي هتحملها في حتة تانية لوحدي قلتلي انا معك لان الموضوع خطير جدا لايحة النظام الاساسي بتاعت النادي الاهلي لا ينبغي ان تصدر كما خطت له هنجيلها لانه دي كمان كانت معركة مهمة جدا ومعركة لما الاهلي بينشي هذه الشركات من المهم جدا ان احنا ننظر للي فات علشان نعرف الدنيا كانت ماشية ازاي وهتقول الى ايه لكن القانون 71 لسنة 2017 النادي الاهلي لما قرر امبارح قرر وهو متاكئ على البند الثامن من القانون 71 لالفين وسبعتاشر الاستثمار في المجال الرياضي في المادة 71 من هذا القانون يجب ان تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة اعمال الخدمات الاعمال الخدمات الرياضية بانواعها شكل الشركات المساهمة وبيقول القانون ده اللي النادي الاهلي بدأ ينفزه ويجوز لهذه الشركات طرحة اسهمها في اكتتاب عام وفقا لاحكام قانون سوق رأس المال كما يجوز قيد اسهمها ببورصة الاوراق المالية ولا تسري على هذه الشركات الاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة كذا وللوزير المختص اضافة مجالات اخرى تتصل باعمال الخدمات الرياضية وللهيئات الرياضية الخضعة على احكام هذا القانون وموافقة الجهة الادارية عشان كده هقول لكم الحكاية من اولها لاخرها فاكرين طبعا مجلس الادارة اللي فات الجزئية اللي المهندس عادل بيتكلم عليه مجلس ادارة النادي الاهل السابق برئاسة المهندس محمود طاهر والسادة اعضاء المجلس وقتها اهتموا بناء على القانون بوضع لايحة النظام الاساسي للنادي تم وضع مشروع لللايحة تم عرضه علينا في البرنامج طلب ان احنا نعمل حالة من الحوار المجتمعي لتوعية الاعضاء باللايحة تمهيدا للتصويت عليها وفقا للاجراءات اللي كانت اعلنت وقتها سواء في المقرين او على يومين او التفاصيل الاجرائية اللي قدت الى بطلان الانعقاد فيما بعد لكن عايز اقول لكم انه بمجرد ما عرضت علينا هذه اللائحة او هذا المشروع بدأنا نحط ايدينا على مناطق العوار والخطورة من وجهة نظرنا لا نحتكر الحقيقة وقال المهندس عدلي وجهة نظره اللي قالها لحضراتكم وكنا بين امرين اما ان احنا نتسق مع الامر الواقع ونصير في الركض او ان احنا زي مهال المهندس عدلي نغامر ونقامر ونقف المنطقة التي ترضع عليها ضمائرنا واعتقد حضراتكم فاكرين ملك وكتابة كيف خاد معركة لقاحة النظام الاساسي بتجرد شديد جدا باحترام لمجلس الادارة ولكن بوضع مصلحة الاهل فوق كل اعتبار موضوعية ايه المزايا وايه العيوب اي كانت ايه وجهة النظر كانت وجهة النظر ان فيه بندين عشرة واحداشر اي مكمل خطورة يعني انا كان فيه حاجات تانية انه ممكن تعمل الانتخابات في مقرين ودي ما كانتش عجباني وما زلت مصر اي اني لازم تعمل في مقر واحد الو مقر النادي يعني او يعني الرئيسي منعا لاتعملش عشر فروع وكل سنة تعمل جمعية عمومية في حتة اي لان كمان انت عشان تعمل جمعية عمومية على في مقرين ايستاذ ابراهيم اي مجلس الادارة لازم يحضر الجمعية العمومية دي عشان بينقش الميزانية اي ازار هيحضرها في مقرين فلا والحال لازم تعمل على يوميد انا مش موافع على الكلام ده ام في من الاليات قالك الجمعية العمومية بتكبر والناس بتكبر والدنيا بتبقى زحمة فيه فيه وسائل من التكنولوجيا دلوقتي تسمح ان احنا نساهل الامر ودي اضياء اخرى طيب ولكن النص بقى النص ايه اللي كان مخوفنا في عشر واحداشر ايه ادارة المهندس محمود كانت المادة العاشرة بتقول يجوز للنادي بموافقة الجهات الادارية المختصة فقط موافقة الجهات الادارية المختصة انشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادي واعضاؤه والمستثمرون في مجال الخدمات الرياضية وطرح اسهمها للجمهور وفق احكام القانون ويجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ان لا يؤثر ذلك على نشاط النادي ويجوز للنادي تأسيس حساب مالي مستقل وهيكلة تنظيمية وادارية وقانونية بقطاع كرة القدم او تأسيس شركات لادارة كرة القدم ولا يجوز لأي شركات خدمات رياضية يؤسسها النادي او يساهم في تأسيسها مزولة اعمالها الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة اذا هنا اللاحة قالت وقتها النادي يقدر يعمل خصخص كرة القدم يبيع نشاط كرة القدم لمستثمرين يترخف البورصة للنادي احتفظ بأسهم للنادي ولا خدموافة الجامعية العمومية في هذا النص لم يرد حق للجامعية العمومية ولم ترد حصة لأعضاء النادي خالص دي في المادة العشرة اللي كانت بتخصخص كرة القدم او بتحول نشاط كرة القدم على قيمته اهميته الى شركة كان الغريب جدا ان المادة التالية لها التالية مباشرة المادة 11 يجوز للنادي تأسيس شركات مساهمة ويحتفظ النادي برأس مال في هذه الشركات بنسبة 60% من رأس المال كان مالك واكتابة وقتها خض المعركة مستندا على الجملتين دول هل لما نيجي نعمل شركة الكرة القدم ونبيع الكرة في النادي لسادة المستثمرين ورجال الأعمال لا ارجع للجامعية العمومية ولا احتفظ للنادي بأسهم مش بأسهم بالأغلبية بالأغلبية بينما لما اجي اعمل شركة للأدوات الرياضية احتفظ للنادي ب60% من الأسهم وارجع للجامعية العمومية كأن فنلت النادي اهم من فريق الكرة من فريق الكرة وانا الخطورة وهنا بقى نخش على السؤال الجديد اللي تم علاج كل هذا العوار في النظام الأساسي بتاع الليحة الجديدة اللي اتعامل اللي في ايدك ده خدمة المعركة اللي فاتت وفاكرين تفاصيلها يعني في حل على ان احنا نقول للي ما تابعش وقتها قد ايه كانت المسألة فيها من الصعوبات لكن زي ما المهندس عدلي قال كانت الاهم لدينا بالامانة ومن وزع ضميرنا مصلحة النادي الاهلي ولا شيء اخر جي المجلس الجديد برئاسة الكابتر محمود الخطيب كان اول كلام لنا في ملك واكتابة ضرورة مراعاة هذا العوار في الليحة الجديدة والطرح المجتمع السليم وقلنا يا جماعة احنا مش معه ولا ضد احنا مع النادي الاهلي وحقنا ومسؤوليتنا وواجبنا وامانتنا ان احنا نبصر ونقول وفي الاخر المسؤول هو اللي بياخد قراره والجمعية اللي امامية بتاحكم انتخب مجلس الكابتر محمود الخطيب كانت بداية اعماله المهمة جدا وضع هذا الدستور لايحة النظام الاساسي للنادي وتعمل عليها حوار مجتمعي في مقارات النادي كلها وتم فتح المجال في لقاءات وورش عمل لكل اعضاء النادي من كل المختصين حتى تم وضع المادة المهمة جدا اللي علجت عوار ما ورد في اللايحة السابقة وتم التصويت عليه لانه المادة 112 في لايحة النظام الاساسي اللي اعتمدت من الجمعية العمومية في يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018 قالت المادة يا جوز للنادي بصوا بقى التعظيم يا جوز للنادي في اول كلمة ايه؟ بموافقة الجمعية العمومية وقابل الجهة الادارية لان انا برفع للجهة الادارية ما وفقت عليه الجمعية العمومية مش بستنى من الجهة الادارية تفرض على الجمعية العمومية لا لان انا بعظم دور الجمعية العمومية وتقدم لان هي صاحبة الحق الاصيل يا جوز للنادي بموافقة الجمعية العمومية والجهة الادارية المختصة تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها النادي واعضاؤه والمستثمرون من غير الاعضاء في احدى الرياضات وكذلك في المجالات والخدمات الرياضية بأنواعها المختلفة وما يرتبط بهم من خدمات أخرى بهدف الاستثمار المالي وتطرح أسهمها لأعضاء النادي وفي حال عدم تغطيط كامل الأسهم من جانب الأعضاء يتم طرحها لغير الأعضاء ويجوز قيد هذه الشركات بالبرصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاط النادي اللي جاي أهم ويجب ألا تقل نسبة مساهمة النادي في رأس مال الشركة عن نسبة 51% لحظة واحدة بقى حيقول لك ما اللي فتأل ستين ده أنت خلتها 51% هي 51 ده هو الحد الأمثل لأنه ده اللي بيتيح إحكام قبضة النادي الأهلي على الشركة بتاعته وإحكام الجميع العمومية على قرار النادي نفسه ولكن يسمح بأكبر قدر من المرونة في استقدام رأس مال مستثمر دون أن يخل بسلطات النادي الأهلي على هذه الشركة ده مجب تجيب بمستثمرين يساهموا مع النادي الآن أنت كفاء عليك 51 يحقق لك الهدف القانوني في الاستحواز والنص بقى المحصن للحق الأصيل قال وفي جميع الأحوال لا يجوز التعديل أو التصرف في هذه النسبة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي الأهلي والجهة الإدارية المركزية دي المادة 112 من لاحة النظام الأساسي الحاكمة للنادي الأهلي حتى اليوم بموجب هذا النص الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته عملوا إيه ما تيجي نسأل ما نجاوب بعد الفاصل نرجع بعد الفاصل عشان نقول لكم مع هذا النص إيه اللي حصل طيب رجعنا لكم فعايز أقول إن السرد في الفقرة السابقة التاريخي لتطور الأفكار ثم تطور الإجراءات حتى استقرنا على الشكل الأمثل الذي يتيح للنادي الأهلي إنشاء شركات تحت سيطرته وتحت رقابة الجمعية العمومية وسيطرة الجمعية العمومية بما يحقق الهدف من تغيير القانون اللي كان تبناه الوزير السابق خالد عبد العزيز في إنه يعظم دور جمعات العمومية وهذا ما فعله النادي الآلي السرد السابق ده أدى إلى إيه إن النادي الآلي بدأ يستسمر قوة القانون وقوة نظامه الأساسي في تحقيق الأحلام والأفكار إلى واقع فتم إنشاء الشركات الثلاث اللي سبق وأن أشرنا إليها وبالتكوين اللي حكلمنا عليه الأستاذ إبراهيم من مينيسي ومعلى قياداته بالتفصيل دلوقتي لها قيادات كل في مجاله قيادة حقيقية ثلاث شركات واحدة لإدارة كرة القدم واحدة لإدارة الخدمات والمنشآت والشركات لاسياحية وغيرها وواحدة لإدارة المنشآت الرياضية اللي دي تابعا غالبا حيبقى مش غالبا نهي العتوبة مسؤولة عن الأستاذ والمنشآت السياحية أستاذ إبراهيم السادة المشاهدين لهم حق أن يفهموا أهمية هذه الجلسة التاريخية التي حدثت بالأمس وما فعلوا مجلس الإدارة عشان تعرفوا العمل المؤسسي في الأهل بيمشي إزاي وما فيش قرار بيطلع فجأة ده بالعكس يمكن لو تعرفوا أنه من السمات الشخصية للكابتن الخطيب أنه بيركز قوي في الدراسة المتعمقة والمتأنية للحاجة لغاية لما يطلعها يعني حتى المهندس عاد لي عارف كده يقوله طب سبني أفكر وتفضل الفكرة تدرس كتير ده من كتر الدراسة ساعات بقوله أنت ما تتوسوس قوي أيوة يعني أنت عايز كل حاجة صح جدا وده مظبوط قوي سبون شوية فبياخد وقته الحقيقة لكن لما بيطلع حاجة في الجول في الجول طيب إيه اللي حصل؟ مع مجلس الإدارة وده تفعيل للعمل المؤسسي وتعظيم لدور السادة أعضاء مجلس الإدارة الحقيقة شكل كابتن الخطيب من خلال المجلس مجموعات عمل ثلاثة كل فريق عمل من داخل المجلس يطلع بملف يدرس أولا أسند إلى المهندس خالد مرتجي ومعاها الأستاذ طاري أنديل والأستاذ محمد الضماطي ملف شركة كرة القدر وأسند إلى الأستاذ خالد الدردالي والمهندس محمد سراج والأستاذ محمد الجرحي ملف شركة الأهلي للإنشاءات الرياضية اللي أكبر منشأة فيها بنأمل الوصول إليها أستاذ الأهلي إن شاء الله وأسند إلى الأستاذ إبراهيم الكفراوي ومعاها الدكتور مهند مجدي والدكتورة رانيا علواني والكابتن جوهر نبيل ملف شركة الخدمات الرياضية وكان من ضمنها أو على رأسها شركة الشركات السياحية أو شركة الأهلي السياحية النقطة هنا طلعش مشاركة جميع مجلس الإقدارة في الرجان الثلاثة بالضبط والفرق العمل التلاتة كل فريق عمل مهمته إيه في الملف بتاعه ادرسوا لي هذا الموضوع دراست جدوى إيه الأفكار الموجودة إيه احتمالية التطبيق ده ثم إيه الترشيحات للسادة المختصين وفقاً ليه اللي انتوا حتدرسوه من كل الجهات وخلى كل فريق عمل في كل جلسة من مجلس الإدارة يعمل بريزنتيشن أو تقديمة أو تصور لما تم التوصل إليه إنه كل واحد يقول في الملف بتاعي رأيي يحصل واحد اتنين تلاتة إيه الممكن وإيه صعب وإيه المتاح وإيه المباح وإيه اللي غير ممكن على الشرح الفريم بطريقة اتخاذ القرار هنا مش بس أمركم شورى يعني الكابتن الخطيب حرص على أن يشترك مجلس الإدارة مش بالشورى بس ولكن أيضاً بالدراسة والاستفادة من خبرات كل عدو مجلس الإدارة في مجالات مختلفة فالنهار ده لما تكون أنا ملف مشترك فيه ثلاث أو أربع عداء مجلس الإدارة فاللي هيقدموه مختنعين بيه قادي تلت المجلس بالظبط أو أربعين في المئة من المجلس بالظبط يبقى الباقي بسهولة هيجدوا دراسة موضوعية يختنعوا بيها ولذلك كل الملفات إنت قلت لي أنك لما كلمت الكابتن الخطيب قال لك توصلنا في قراراتنا إلى اعتماد أيوة التشكلات اللي صدرن بقى مبارح لم تخرج عن ترشيحات السادة أعضاء مجلس الإدارة كلهم في ملفه كل مجموعة عمل في الملف بتاعها سواء مجموعة خالد مرتاجي مع الاحتفاظ بالألقاب في ملف شركة كرة القدم أو ملف إبراهيم الكفراوي في الخدمات الرياضية أو ملف خالد درندالي ومجموعته في الشركة الانشاءات الرياضية هذه اللجان التلاتة كل لجنة منهم قدم التصور من الشخصيات المرموقة الممكن الاستعانة بيها في هذا التشكيل وتم الاستقرار على التعينات اللي صدرت بيها قرارات مجلس الإدارة مبارحة للحياة أسلاجة صدور كل الأهلوية وكل المتابعين قالت إيه ده حجم الأسماء وقيمة الأسماء خلاها فعلا اختيارات عند مستوى القيمة هو تشكيل القيمة الأهلوية العالية هو تشكيل لفريق ولا أروع بالضبط يعني لما حتصرد الأسماء وتدي نبزة عن كل واحد طيب أنا خلينا ألعب لك الكرة في الأول شركة الأهل لكرة القدم ده القطاع الأهم والأكثر شعبية والأكثر جماهرية وده خاص بشركة لكرة القدم يرأسها الأستاذ ياسيم منصور أستاذ ياسيم منصور حضو مجلس الإدارة للنادي الأهلي لفترة طويلة واحد من أصحاب الدعم الكبير للنادي الأهلي في كل المراحل من أيام منو الجزء وقبله وبعده الحياة له حضور قوي جدا دعم للنادي الأهلي أسرة أهلوية عريقة جدا عيلة أهلوية كبيرة في النادي ويتم اختيار نائب ليه واحد ما اعتقدش أبدا أن الرياضة والكرة في مصر جابت حد في كرة القدم على المستوى الإداري أرفع وأقيم من المهندس مصطفى مراد فاهمي اللي وصل مش بس سكرتير للكاف في سنوات طويلة وصل أنه يدير مسابقات كرة القدم في العالم مهندس مصطفى فاهمي لو في عدين وقت نبقى نرجع لاختيار المهندس مصطفى مراد فاهمي لأن البعض بيتجرؤ أرادة كالعادة أن ينال بتصرفات بس بعدين هنوضح له هنوضح له هو يعني أنه إذا كان يملوك شجاعة الاعتذار فليعتذر وكان تالت هذا الشركة أو هذا التشكيل لشركة الأهل لكرة القدم قيمة شبابية جادة بقى على الطريق كابتن حسام غالي واحد من كابتن النادي الأهل الغيرين جدا على النادي الأهل عض مجلس النواب الحياة حسام غالي كادر مهم جدا وعقلية أهلوية متفتحة جدا واحد يعني دايما ممكن أسألك السؤال دا مين من الأهلوية ما كانش يتمنى عودة الأستاذ ياسين منصور إلى المشهد الأهلوي الكل مين كان متوقع عودته قلة ايوة أنا مش منهم الحقيقة لأن كنت كل ما بحاول إن أنا آخد كلمة أو وعدة أو معلومة كان يتقالي هو والله والظروف ما كانش مهتم لذلك أنا مش منبهر بالاختيار أنا منبهر بالموافقة دفعك إلى هذا الترحيم والقبول دا بيخليني أتفاقل وهنا النادي الأهلي شوف العظمة هنا النادي الأهلي النادي الأهلي يستعين بجهود المهندس منصفة فامي نائبا للرئيس شركة الأهلي لكرة القدم لأن الكل بيقدم مصلحة الأهلي وكنت أتمنى أوريكه دلوقتي زي الفريق مرتاجي عليها رحمة الله لما نجح بعد انتخابات ستة وسبعين ضد الكابتن صالح كان أول تصرحاته مين اللي يسطح يدير كرة القدم في النادي الأهلي قالك صالح سليم أنا شاهد أنا كنت في المجلس دا قالك صالح سليم يعني بعد الانتخابات فريق مرتاجي بيقدم الكابتن صالح عشان يدير كرة القدم في النادي وقالك أفضل من يدير الكرة في النادي خلاص انتهت الانتخابات مصلحة الأهلي أهم وده شعار الأهلي فوق الجميع فوق مصلحة جميع أبنائه فهمتوه بالضبط فوق مصلحة جميع أبنائه كان الاختيار ذات القيمة العالية الحقيقة في بقية تشكيلات شركات الأهلي بقية السؤال مين فينا ما كانش يتمنى عودة الكابتن حسام غالي إلى حضننا دي وعدنا نقول ييجي مسؤول رياضي ييجي مدير كرة ييجي عدو مجلس إدارة تمهيدا أنه يبقى كذا فيأتي الاختيار الأوفقا يأتي في شركة الأهلي لكرة القدم ويقبل وده بيقطع دابر كل الرغي والتشكيك الفطرة اللي فاتت في نوايا كل الأطراف الأهلي يا حبيبي لا يرى إلا مصلحة النادي الأهلي كمان شركة الأهلي بقى للمنشآت الرياضية يرأسها المهندس أيمن إسماعيل ده رئيس مجلس إدارة واحدة من أهم الشركات اللي شغالة في التطوير العقاري شركات يعني كنت تتمنى أن دوابط العمل تسمح أن نحن نقول الشركات الكبيرة لكن عايز أقول لكم على الأقل كشركة وطنية كان الرئيس السابق لشركة العاصمة الإدارية في مصر أحد أهم المشروعات العقارية في تاريخ مصر كان الرئيس السابق لهذه الشركة أو لمجلس إدارة هذه الشركة المهندس أيمن إسماعيل أنا أعرفه آه مش بشكل شخصي ولكن من خلال المجال وأعرف سمعته وأعرف قدراته وشفنا بعض يعني التقينا بس ما أقدرش أقول إن إحنا فيه علاقة تربطنا يعني لكن كان دائما يوصف بأنه واحد من أهم المطورين العقاريين واحد من أهم من عملوا في هذا المجال واحد من أهم من تحملوا مسؤولية آه أنا أزعم إن التطوير العقاري في مصر هو بطرول مصر الحقيقي أيوة لأن هو العاصمة الإدارية لم تأخذ ملين من الدولة ده كلها قدرت بقدرات بردات تجاوزة 60 مليار جنيه لحد الوقت ومازال النجاح مستمر هذا هدي كوادر يا أستاذ ابراهيم بتقول إيه بتقول ما تخافوش ده الأهل غاني قوي بشبابه بالظفوف كوادره طيب المهندس أيمان إسماعيل كمان مع رئاسة المجلس إدارة العديد من الشركات العالمية الكبيرة جدا معظمها شركات خاصة ذات قيمة عالية جدا ضمت الشركة معاه أو تشكيل شركة الأهل للمنشاة الرياضية معاه المهندس حازم هلال وهو خريج كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بخبرات تقترب من العشرين سنة في العديد من الشركات العالمية الكبيرة جدا معظمها شركات عالمية كبيرة في الشرق الأوسط لمدة 12 سنة ومدير لهذه الشركات بالإضافة إلى وجوده عدو في لجنة التطوير العقاري في الغرفة التجارية الأمريكية يعمل حاليا مديرا للقطاع التجاري لإحدى هذه الشركات الاستثمارية أو الشركات العاملة في الاستثمارات العقارية الكبيرة ومعهم كمان الأستاذة مي سامي تحمل خبرات 25 سنة من العمل في شركات كبرى عالمية منها شركات عالمية في المياه الغازية وبعض الشركات الكبيرة عملت رئيس لقطاع الموارد البشرية في مجموعة كبيرة جدا من هذه الشركات الكبيرة بالإضافة لعضوية مجلس الإدارة في العديد من الشركات السعودية العاملة في قطاع التطوير العقاري وقطاع الأدوية ده التشكيل الخاص بشركة الأهلي للمنشآت الرياضية المهندس أيمن إسماعيل المهندس حازم هلال والأستاذة مي سامي حافظ عضوين بهذه الشركة اختيار ولا أبدع ولا أبدع شركة الأهلي لخدمات الرياضية في مناحي العمل الرياضي في خدمات كتيرة ربما يكون شركة سياحة وواواواوا بس اتخيالوا لما النادي الأهلي يجي عايز يعمل شركة في هذا النشاط فيروح للطب يروح للقمة ويختار الأستاذ يحيى راشد وزير السياحة الأسبق ليكون رئيسا لشركة الأهلي للخدمات الرياضية الأستاذ يحيى راشد كان وزيرا للسياحة وكان رئيس لمجلس إدارة العديد من الشركات العاملة في هذا المجال ضم التشكيل معه الأستاذة سوء الترجمان والمهندسة إيمان عبد المنعم سامي عضواتين بهذه الشركة سوء الترجمان تعمل مديرا عاما لأتنين من الفنادق الكبيرة عالية المستوى الفنادق العالمية في مصر يعني مستوى خبراتها في هذا المجال رفيع الدرجة والقيمة بالإضافة إلى العمل في عدد كبير من النشاطات السياحية المختلفة الأستاذ إيمان عبد المنعم تعمل رئيسا تنفيذيا لأحدى الشركات العالمية سبق لها العمل بمكتب أيضا المناطق الحرة بدبي مديرا لمبنى مركز دبي للطيران لمدة خمس سنوات هي اللي قامت بتأسيس مكتب طيران الإمارات في القاهرة كانت رئيسا للجنة السياحة الدينية بغرفة الشركة بغرفة الشركات السياحية لمدة سنتين وده مجال مهم جدا في السياحة هذه الخبرات إذن الخبرات المجلس انتقاها ووافقوا كلهم ووافقوا يعني اتنين من كبار رجال الأعمال في مصر والتالت وزير سابق ومعاهم قيادات شابة مبهرة لاحظت منهم من التسع قيادات دول تلت سيدات يعني التلت من السيدات النابهات وده ماشي ماشي معه تحس ان النادي الأهلي بيستقي وبيستلهم في قرارته إرادة الدولة وستراتيجيتها ويحقق أهدافه الخاصة بما يدعم يدعم العمل العام احنا في النادي الأهلي أنا كنت عايزة أقول حاجة طبعا كان البداية لازم أقول مبروك ونهنق مجلس الإدارة لا أنا عايز أشكر مجلس الإدارة بصفة أهلاوي ومشاجع لها وبصفة أحد الحالمين بهذه الأحلام أشكر مجلس الإدارة طريقة دراسة المواضيع طريقة اتخاذ القرار نوعية القيادات التي اتفق عليها أشكر كل هؤلاء القاضى المهمين جدا اللي لم يبخلوا ولن يبخلوا عن نادي الأهلي بأي خبرة أو جهة أرجع بقى الكلمة كان بس النس يعني أما الكابتل الخطيب قال إحنا جمهورنا مهم وإحنا حنرجع له في كل حاجة يبقى في ظهرنا عشان نعمل مشاريعنا الكبرى هو قال لك وانت بس عماليت تقوله مال لما نيهن بيقفانيلا لا يا حبيبي هو ده انت دلوقتي مطروح 49% من أسهم هذه الشركات للعامة هو ده دور الجماهير الاستثمار في شركاته إن يخلي ساهم الشركة بتاعه قوي إلى درجة إنه يضيف إلى أصول الميزانية أصول قوية جدا أملنا كبير جدا في هذه التجربة قرارات مهمة وتشكيلات ذات قيمة هنتابعكم فيها بعد الفاصل أهلا مع حضراتكم من جديد متوسطين معاك وكيف يسافر الأهلي إلى المستقبل وإزاي الأهلي بيعود إلى المستقبل وهو بيستصدر قرارات مجلس الإدارة مبارح بتشكيلات الشركات المختصة في النادي من قيمة رفيعة المستوى كلهم في مجاله إزاي الأهلي بيعود إلى تأسيسه أصلا لما كان كشركة مساهمة في الأصل لكن الحقيقة وإحنا بنتكلم على هذه الاختيارات رفيعة المستوى وهذا التوجه للمستقبل بهذه الأفكار الجريئة جدا مستندا على القانون اللي كان بيدي له أو لأتح له هذا الحق في الانطلاق للمستقبل خلى حتى المختلفين مع هذا المجلس واللي كانوا فيه معسكر مناهض لمجلس الإدارة في الانتقابات لكنهم أهلوية تفتكروا كان رد فعلهم إيه كابتن مجدى عبدالغاني واحد من اللي كانوا في الانتقابات ضد هذا المجلس مع هذه القرارات بالأمس نشوف يا ترى القرارات رد فعلها عند الكابتن مجدى كانت إزاي بقول للكابتن محمود الخطيب بسقف له كابتن محمود الخطيب عمل اللي أنا كنت بنادي بيه واللي يعني بتنادي بيه عمل اللي المفروض مصر كلها تعمله عمل اللي المفروض أندية مصر كلها تحزو حزو النادي الآلي في اللي احنا هنتكلمه دلوقتي وطبعا النادي الآلي سباق ده وضع طبيعي ليه لأنه هو ده النادي الآلي من 1907 احنا ما بنتكلمش يعني يعني الخطيب جاي امتداد من 1907 إلى الآن النادي الآلي سباق سباق بطولات سباق مبادئ سباق آآ 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 أفكار سباق حاجات كتيرة ودي النهاردة يعني أنا بس يعني احنا بنتكلم ان مصلحة النادي الآلي هي فوق راسنا كلنا وفوق كل اعتبار احنا ما عندناش حاجة ضد حد احنا ما بيكون حاجة بتتعمل لمصلحة النادي الآلي بنساقفه وبنقول برافو يا بيبو بيبو انشأ ثلاث شركات لإدارة النادي الآلي منهم شركة كرة وهو ده اللي احنا بنطلب بيه وهو ده اللي احنا قلنا عليه وهو ده اللي احنا كنا بالنادي بيه وقعدنا انا قلنا مش هتنصلح كرة القدم غير لما تنتصل عن الكرسي والشمسية والمطعم الكلام ده قلناه في حلقات سابقه وحضراتكو متابعيننا وعارفين وقلنا الكلام دوت وما كانش في دماغنا خالص ان الخطيب بيجهز للليلة دي ما نعرفش ما نعرفش انه بيجهز لليلة كبيرة نقوله عليها برافو طيب كابتن ماجدي اقرة بانه لم يتصور ان كابتن الخطيب كان منشغلا بانه يحقق هذه الافكار وهي ادارة النادي بس انا حصلح التعبير شوي هو ادارة حقوق وانشطة وليست النادي وهو دي الكاتل القضية من اول يوم اذا حتدير النادي وتدير استثمارات وانت نادي خدمي وجمعية العمومية بتاعتك ازاي وجمعية العمومية بتاعتك ازاي فكانت الفكرة ادارة ادارة الحقوق والانشطة وهو الشركات معني بها الانتاج الاعلامي بتستثمر في الميديا وامور اخرى كثيرة والشعار ومش عارف ايه والان ادي التلات شركات اللي بإذن الله ياخدوا النادي الاهلي في حتة تانية عالمية وهمية القرارات دي خاصة انشاء شركة كرة القدم انها تتصق مع رغبة الفيفا هو ده الشكل الاحترافي اللي الناس بره بتقول ليها جماعة كلكم عملوا كده يعني لازم ان الميزانية بتاعتك تبقى مستقلة بتقول مواردها هتيجي منين بتقول هتصرف منها ازاي بشفافية المفاق المالي بتعظم استثمارات ازاي اه فانقدر نسيبك تشترك في البطولات اللي محدش بيعمله غير النادي الاهلي ولكن النادي الاهلي بالطريقة اللي بيعملها دي خلاص قطع الشروط الكامل نحو الاحترافية الصحيحة والسليمة طيب استوقفتني في كلمة الكابتن ماجد عبغاني الاهلي عمل الاندية المصرية كلها لازم ان تعمله ودي جملة مهمة جدا يا جماعة لانه القانون 71 ل2017 اللي اتعمل في عهد المهندس خالد عبد عزيزي اتعمل عشان يفتح نوافذ الاستثمار في كل مناحي الاندية الرياضية المختلفة في كل الهيئات الرياضية هذا القانون المهم لانه كنت دايما وابدا كل ما تكلم حد على اي فكرة يقولك بس القانون ما بيسمحش ومن غير مهيرة القانون بس القانون فعلا 77 فعلا كان معوق لانه انت بتتكلم على قانون كان في ظل عصر اشتراكي ولما صدر اتقال ان الاندية هيئات عامة ذات نفع عام لا تهدف للرب اندية خاصة ذات نفع عام لا تهدف للرب فكانت القيود الاشتراكية فيها في القانون ومواده كانت مكبلة الحياة الى ان جاء هذا القانون الجديد اللي لازم ان يذكر بكل الخير حتى وان كان البعض بيطالب ببعض تعديل او تطوير مواده او الممارسة تكشف عن بعض الحاجة لتطوير بعض المواده ما فيش مشكلة بس لا تبخسوا الناس اشياءهم الناس اللي انجزت ووضعت هذا القانون اللي النهاردة بيسمح للاندية النهاردة الاندية الخاصة اللي انتوا بتشوفوها كل الاندية الخاصة طلع من عباية هذا القانون او طلع بموجب هذا القانون فاللي اتاحوا هذا القانون من حركة عالية جدا للاندية الرياضية كانت ثمارتها ظهر امبارح في اجتماع مجلس ادارة النادي الالي وتشكيلات شركات الاهل المختصة اللي نشوف رأي الكابتن احمد شوبر فيها في الازاعة بعد صدور هذه القرارات امبارح الحقيقة مجلس ادارة النادي الاهلي خد شوية قرارات انا شخصيا مبسوط جدا جدا بها لعدة اسباب لانه وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يسين منصور كان عضو مجلس ادارة لفترة ليست بالقصيرة في النادي الاهلي كان ليه اسهمات قوية جدا وكان اكتر من رائع وعمل شغل ممتاز ورجل شركة كورا يعني انت بتتكلم على دماغ استثمارية ويسين ما شاء الله منصور يعني حاجة عظيمة ومعا المهندس مصطفى مراد فاهمي حدث ولا حرج على خبراته الادارية فانت عندك رأس استثمارية ورأس ادارية ثم الواعد حسام غالي حسام غالي لما يبقى عضو بمجلس ادارة وشركة الكرة يا جماعة في الدنيا كلها هي اللي بعد كده بتدير منظومة كرة القدم يعني فكمان الناس دي ما سمعناش بسناء كابتن حسام غالي ان حد منهم مثلا كان كابتن مع الكابتن الخطيب في الانتخابات وكان مرشح نائب رئيس في القايمة اللي كانت بتواجه الكابتن الخطيب لكنه لما انت بتفكر في مصلحة نديك بالشكل ده والله يبقى برفو عليك كمان خدمات الرياضية شركة الاهل خدمات الرياضية جابه استاذ يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيس لمجلس ادارة استاذة استاذ ترجمان دي من الشخصات المحترمة جدا عدوا بمجلس ادارة مهندسة ايمان عبد المنعم سامي ولما أرى لكم سيفي بتاع التلاتة حاجة تشرف يعني وبعدين راح على شركة الاهل منشآت الرياضية جاب المهندس ايمان اسماعيل ده كان ماسك بقى مجموعة شركات غير عادية والمهندس حازم هلال أيضا والسيدة مي سامي حافظ شيء رائع يعني هتلاقي الاستاذة سوها والمهندسة ايمان في شركة الخدمات الرياضية هتلاقي الاستاذة مي في شركة المنشآت الرياضية هتلاقي تواصل أجيال موجود اجمل ما في هذه القرارات من وجهة نظر الشخصية هو انه الاهلي لا بص ده مع مين ولا ده ضد مين بص اللي مين مع الاهلي مين اللي هيخدم النادي الاهلي مين اللي هينجح مشروعات النادي الاهلي والحقيقة انه هذا المجلس بكل امانة فاجئني انا شخصيا كنت منشد المناصرين طبعا وهذا الامر كان معروف يعني لكنه اداءه بالطريقة دي انه راجل يحط برنامج انتخابي وينفزه بنسبة 100% هذا لم يحدث في تاريخ الاندي الرياضية او الاتحادات الرياضية فانه كمان القصة هي مصلحة النادي يعني مثلا في ناس كانت منتظرة فلان يبقى عدو وفلان يبقى مش عارف رئيس وفلان مش عارف ايه وراضي فلان حطه في اللجنة التنفيذية عدو في اللجنة التنفيذية وراضي فلان حطه في لجنة الحكمة وراضي فلان حطه في لجنة الادارة المش عارف ايه لا 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 مصلحة النادي هي الاساس وهذا ما حدث طيب ناخد من كلام الكابتن شوبير وحتى كلام الكابتن مجدي ان المجلس ده وانا عشرت إليها بس حوالي بقى بالطريقة اللي هي الجمهوري فهمها هو المجلس ده اشتغل عشان فواتير انتخابية مين معاي عشان يعمله كيانات يكون مسؤول فيها ولا اشتغل لمصلحة النادي وخد القرارات الصعبة ونقالها الناس المناسبة انت لسه من اقل من شهر بتحط حجر الاساس علشان اخيرا تم تحديد مكان اللي ساد بتاعها وحصلت على الموافقات الرسمية ومجدت الموافقات وعملت الاحتفالية الرائعة اي وبعدين الشركات اللي هتساعدك بقى انك تحول هذه الاحلام ايه لحقيقة اتكونت واتريهم شغلين تحت الرادار في التشكيل الواقعي ان يبقى عندك شركة مين اللي حدرها اصعب حاجة في الدنيا الاحلام كثيرة وانا بيجيلي من المشاهدين كثيرا من الافكار الفكرة كلها ايه الفكرة قبل التنفيذ ولا مين اللي حنفذها صلاحياته ايه فان كل دا يتعمل وتفاجأ به بالشكل الدقيق المحكم الرائع في تشكيلات ما حدش يقدر تكلم على حد فيه الا زي تساقف سواء ان انت كنت مع الخطيب او ما كنت ما كنتش مع الخطيب لكن انت مع النادي الاهلي وده اللي قاله كابتن شوبير ايوه هو انت مع مين دا مش المهمة لكن كلنا مع النادي الاهلي ايوه وهو دا الروح اللي حتقود النادي الاهلي تحقيق هذه الاحلام التي تبدو كانت مستعيلة ولكن الأهل الذي لا يعرف المستحيل يعرف أن عبقرية المكان فيه الاسم والتاريخ النادي الأهل الأهل مش عظيم عشان بيكسب ده هيظل يكسب عشان عظيم أنا مؤمن بهذا تماما ده شيء مهم جدا وكمان كلام الكابتن أحمد شبير في حتة النادي الأهل التملي يسبق بخطه النادي الأهل هو بيمشي في طريقه بيحقق أهدافه بيلب احتياجاته بينفذ أفكاره والله يسبق مين ما يسبقش مين مش في الماء ويسبق ولا لأنه أكتر حاجة دايقك ما أن يعلن بالأمس عن هذه التشكلات حتى تجد بعض الحاجات غير اللطيفة تصدر من معسكرات أخرى ما في حد متغضي خلي بالك يا سيدزا برأيب يعني ما اشتغلهم في حد متداير بالقرار فيبتدي يدور لك على أي حاجة يحدي في تلقيحة لا تليق إلا بالصغار يا عمي طول ما أنت مشغول بي أنت مش مش هتشتغل أنا مش مشغول بحد أنا مشغول بمستقبلي أنا مشغول بأحلامي أنا مين أنا النادي الآله اللي الحقيقة ربنا رزق بمجلس إدارة على قدر المسئولية صحيح تجاوز وعوده للجمعية العمومية صحيح هو بيقفز خلف الأهداف دلوقتي يعني تجاوز الأهداف بعمل يجاود كل يوم التاني بيعمل لنا مفاجأة جميلة جدا 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 ربنا وفقنا وده اللي أنا عايز أقوله يا جماعة ما تتشغلوش قوي 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 في التحفيل على بعض والله ورانا شغل مش فاضين ما تتضايقوش قوي وأنتم بتتفرجوا اللي أحسن يحصل فينا إيه فيحفل علي أنت بتاريخك وبقراراتك دي حفل علي أنت عايزه حفل إيه بقى أنك أنت تزهب نفسك مش تحفل أنك تعاير غيره أيوة وتدعو للآخرين بالتوفيق بالضبط وأدعو لأولئك الذين يسكبون دائما البنزين على النار بالهداية بلدنا عايزة شغل مش عايزة رغل مش عايزة شغل صغيرين عايزة شغل مبدعين بتصدق أحلامها هو ده إذا كان عندك هذا السند القانوني إذا كان عندك هذا الدعم الرسمي إذا كان عندك هذا التوجه العام للدولة في دعم المزيد من الأفكار في دعم الكثير من الجهود الخلاقة في دعم كل مشروعات التنمية المهمة ده اللي القانون بيوفره وده اللي الناس لازم أن تشتغل عليه إذا كان النادي الآلي بيسعى لتحقيق أهدافه وطموحاته وإرضاء مصالح أعضاءه وإسعاد جمهيره على الكل النوع يشتغل إمتى ممكن الناس تبطل إمتى ممكن البرامج حتى بدل ما تنشغل بتلقيح وكلام ملوش أي لازمة تهتم بطرح أفكار تهتم بمناقشات لأفكار مبدعة جدا تقدر تدفع عجلة الحركة الرياضية كلها للأمام خاصة في ظل وجود سند قانوني يسمح بفتح كل هذه النوافذ بالشكل الاستثماري اللي وفره القانون 71 لألفين وسبعتاشر اللي أنا بقول لبعض الزملاء مش معنى أنت عايز تحيي الدكتور أشرف صبحي وله جهود كبيرة جدا في وزارة الشباب والرياضة أن تطمس جهود المهندس خلد عب عزيز أو تبخسوا حقه فيما أفعاله فيما أنجزوا من وضع تشريحي تشريعي مهم جدا شايفين ثماره دلوقتي إيه مصر عبارة عن سباق تتابع كله بيسلم عاصل قيادة للي بعده لكن لا تبخسوا الناس وعلى فكرة سيد برايين دكتور أشرف صبحي يبزل ويجتهد ويدعم ويفعل وبيحاول يطور ويغير بعض المواد اللي من وجهة نظره في مرحلته شايفها في حاجة إلى التعديل إيه المشكلة بس ده لا ينتقص أبدا من قيمة وكفاءة ما أنجزوا المهندس خالد عب عزيز وهو عمل تشريعي مهم جدا في هذا الإطار برضو عشان ما جيش حتة تانية إذا انتقضنا حاجة يقول لنا إحنا بنتكلم على هذا الإطار إحنا لما بنقود صاحب الفضل في هذا القانون الذي أتاح فلان فلان ده سياق تاريخي ما نقدرش نعلم الوزير أشرف صبحي له نجحته وكمان الدكتور أشرف صبحي لما عرضت عليه أفكار وملفات هذه الشركات درسها من خلال الوزارة ووافق عليها لأنه متفق مع القانون إذن يشكر هو فين في دعم النادي في دعم النادي بسرعة إصدار الموافقات اللازمة كل واحد له دوره كل واحد له دوره له نجازه مش معنى أنه واحد عمل وبنشيد به أن التاني ما عملش كلام صغير يا جماعة قيمة الأشياء إنها مش 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 شخصانة أيوة وده اللي علمه لنا النادي الأهلي إحنا ولذلك تجد الحرص الشديد إن في مجلس الإدارة أما يضل قرار بالأغلبية ما يتقلش مين معه مين ضد عشان مش كل واحد ينصي بالفضل أو يتنصل من قرار مش عاجبه لأن العمل جماعي إحنا كلنا بنقدف مشايلين مسؤولية واحدة مش مهم كل واحد فينا يتلمع لأن المجلس لما بينجح بينجح كله صحيح وإذا تحقق الفشل للجميع الحمد لله هذا المجلس يحقق النجاح تلوى النجاح تلوى النجاح إذن معنا كده ولما شفنا الكابتن محمول الخطيب بزكاء وحرص إزاي يوزع المسؤولية بتاعت الشركات دي على المجلس على كل المجلس فكل واحد حاس أنه له دور في هذا العمل العبقاني صحيح صحيح هو ده الإنجاز هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام كتير في الغربال أهلا بحضراتكم جديد يوم السابت ساعة ثلاثة العصر في بيروتوريا وتحت درجة حرارة 16 درجة مقوية بداية شتة في بيروتوريا ساندونز يستضيف الآلي في مباراة القياب لدور التمانية لدور الأبطال الآلي وبحمد الله فاز زهابا 2-0 الآن تحركت طائرة الفريق من أسوان متجهة إلى جوهانسبرج مباشرة تصل برعاية الله وأمنه فج الغد ليستعد الآلي بقوة لهذه المباراة المهمة جدا كلام كتير هننقشه مع حضراتكم الآن في الغربال الاحتجاج إثبات موقف وماذا النادي الآلي بعد فور الانتهاء من مباراة الزهاب وفوزو 2-0 أرسل احتجاج إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحقيقة احتجاج مشفوع بتقدير لمنظومة الكاف ودعوة إلى إصلاح بعض الأخطاء اللي موجودة في التحكيم ومطلب عادل جدا في بطولة كبيرة جدا هقولكو الاحتجاج كما ورد فيها باشواندس تخدم النادي الآلي بشكوى عجلة لاتحاد الأفريقي ضد الحكم السنغالي ماجيت داي الذي ارتكب العديد من الأخطاء الواضحة أثرت على نتيجة مباراة الزهاب في دور الثمانية لدور الأبطال ذكر النادي في شكوى بعض الأخطاء اللي ارتكبها الحكم منها ضربة الجزاء التي لم يحتسبها لمهاجم الأهل محمد شريف والتي كان يستوجب مع احتسابها طرد حارس مارما سندونز الذي استخدم القوى المفرطة ضد لعب الأهل داخل منطقة الجزاء أشار الأهل أيضا في شكوى إلى عدم قيام الحكم بتوفير الحماية الكافية للععب الأهل الذين تعرضوا للعنف من لعيب سندونز ولم يشهر لهم الحكم السنغال البطاقة الصفراء إلا مرة واحدة وفي المقابل قام الحكم بإشهارة البطاقة الصفراء للعيب الأهل ثلاث مرات واحدة منهم كانت للمدافع بدر بنون الحياة قبل مرور عشرين ديئة من بداية المباراة قال ايه بيتهموا بيهداروا الوقت أو تضيع الوقت وده كان انزار ضد المنطق الحياة بأي حال من الأحوان هني بس عايز الحتة دي اه انت عارف القارات ده أنا غزني اه اكتر من ضربة الجزاء اه ليه اه لان انت لما تيجي هو الماتش فين في القاهرة ايه واللي حريص على ان يخرج بالنتيجة إيجابية صاحب الأرض ايه اي نتيجة غير النتيجة إيجابية دي ضده صحية فكيف يتصق مع المنطق والنتيجة لسه صفر صفر تعرف لو كانت النتيجة ساعتها لصالح النادي الاهلي كان ممكن نقول يا جوت شاف فيها لكن انا صفر صفر انا عبايع وقت اه ايه العقل ده نهيك على انها في اول 20 دقيقة الانظارات دي عملت ايه في لعبة الاهلي كتفتهم كتفتهم طب والحمام الانظارات عملت في ايه في لعبة سان باونز حررتهم انه يلعبوا بكل الوسائل المشروع وغير المشروعة وصلنا الى ضربة الجزاء اللي كان الجن مطمئن مش هتحسب عليه حاجة هو ده اخطر صفارة الحكم فريق خايف جدا من الحكم والتاني مطمئن جدا للحكم طيب قال الاهلي كمان في من غير المعقول ان يقوم لعب باضاعة الوقت في هذا التوقيت من زمن المبراه واكد في شكواء ان الحكام يرتكبون اخطاء مؤثرة في هذه الادوار الاقصائية وهو ما يترتب عليه ضياع جهود منظومة عمل بالكامل واهدار ملايين من الدولارات تقوم الاندية بانفاقها على شراء لعبين والتعاقد مع اجهزة فنية فضلا عن عناء السفر الذي تتعرض له الفرق بين دول القرى المختلفة في ختام شكواء اكد النادي الاهلي على ثقته الكاملة في عدالة الكاف الحفاظ على حقوق كل الاندية وبيطالب بالعدالة وحرصه على نجاح المسابقة وطالب بالتفعيل اكثر لمراقبة اداء الحكام لتفادي مثل هذه الاخطاء والاهم بقى طالب الاهلي في مذكرته بضرورة تطبيق تقنيه الفار في المباريات المقبلة لتوفير المزيد من العدالة بين الفرق المتنافسة لسيما ان الاهلي كان يتمنى الاستعانة بحكم الفيديو المساعد مع بداية دور المجموعات خاصة ان المسابقات الافريقية التي يعتز النادي بالمشاركة فيها مع اشقائه لا تقل عن المنافسات الاوروبية احنا بنرتكب المسابقة احنا بنتكلم على دور ابطال القرى بنتكلم على بطولة بتؤاهل لبطولة العالم وانت بتحرمني من الفار وتأجل للفار تحبسه لغاية لما اطلعه لي في الدور النهائي طب الادوار الاقصائية بل دور المجموعات ما فيه فرع بتتعرض لظلم في دور المجموعات ولا تتأهل بسبب خطأ حكم مين اللي يحفظ حقها في بطولة كبيرة الكل بينشت زي ما الاهلي بقول للكاف المزيد من التطوير لها انا متأكد ان الرئيس الاتحاد حتى لو كان يأتي من جنوب افريقيا من نادي ساندونز لكن دي دولة كروية كبيرة صحيح واحد دول المؤسسة للاتحاد الافريقي اي واعتقد ان هو بمكانته وثقافته يهمه جدا يقول انا نقلت الاتحاد الافريقي نقلة تانية نقلة تانية وانا يعني يا رب بكون صح انا متفائل بوجود الرجل ده محدش هيحصر نفسه في اطار انتماءات ديقة على حساب انت عملت ايه للكورة اولا الدرجة الملياردير مش عايز حاجة من الكورة ولا عايز حاجة من المنصب صحيح ثانيا جاي من دولة كروية عندها ملاعب محترم عندها البنية الاساسية عندها كل حاجة هو جاء يعني مع قليل من المساندة الحقيقية من اللي حواليه ها يستطيع ان يقوده الكورة الافريقية لان انت لما تشوف قلم عن نجوم الدوري الانجليز دلوقتي الافريقة صحيح ف عايزين حد ياخد افريقيا من ناحية الكوروية نابق ايه طيب هي برزيلي العالم الجديد ان شاء الله السبت الالة هيلعب في ضيافة صندونز ثلاثة العصر وفي نفس التوقيت سيمبا التنزاني بيكون بيستضيف كايزر تشيفز يعني دي برضو المواجهة الجنوب الافريقية مع تنزانيا كايزر تشيفز فاز في ملعبه اربعة واحد على سيمبا التنزاني الترجي خسر من شباب بلوزداد وامير سعيود ناشئ الاهل السابق ده نضج نضج مع شباب بلوزداد وسجل الهدف التاني وتم تشوف اداؤه صحيح هيكون شباب بلوزداد في رادس مع الترجي ستة مساء السبت وفي نفس التوقيت المولدية هيكون في ضيافة الوداد المغربي ايضا في السادسة مساء بالمناسبة الوداد ايضا قدم احتجاج على حكم مباراته مع المولدية وقال ان هو اضع له المنظومة دي لو استطاع الاتعاد الافريقي الارتقاء بيها الى المستوى اللائق هي اللي هتاخد الكورة واتطورها تطوير وتدي الحق لاصحابه المربع الزهبي بقى ان شاء الله تعالى الاهلي يتخطى سندونز باذن الله الفائز منهم حيلاعب الفائز من شباب بلوزداد والترجي الفائز من سيمبا وكايزر تشيفز وهو ارجح حتى الان كايزر تشيفز استنادا الى مباراة الزهاب حيلاعب الفائز من الوداد ومولدية اللي المباراة في الملعب صحيح انتهت 2-0 اللي صالح او انتهت 1-1 صحيح في الجزائر الوداد والمولدية ومباراة العودة في الرباط الكرة في الملعب الفائز منهم هيتأهل غالبا لمقابلة كايزر تشيفز اذا ما استطاع اقصاء سيمبا لكن النهائي فين مصر كانت تقدمت اتحاد الكرة مصر كان قدم طلب لاستضافة نهائي دور الابطال لكن الاتحاد الافريقي في اجتماعه امس الاول اسند الى المغرب مهمة استضافة نهائي دور الابطال اللي حيكون 17-7 ان شاء الله ده ما يخص هذا الدور لكن ايه اللي حصل في مباراة الاهلي الاهلي مستوى الاداء قياسا على النتيجة مرضي ولا مش مرضي هنشوف الكابتن عزيز بنير وهو يتحدث للقناة النقلة بي ان سبورت عن النتيجة والاداء بالنسبة للاهلي نتيجة متالية وهذا كنا ننتظر انه يتسجل الهدفين بدون يتلقى اي هدف وصراحة لازم نقول بأن اليوم ما كناش ننتظر ان الاهلي سوف بهذا الاداء في الشهو التاني انه سوف يسجل الهدف تاني يعني لماذا؟ لان الاهلي تراجع كتير حافظ اكتر ساعة اكتر على حفاظ على النتيجة اكتر من محاولة تسجيل الهدف تاني لكن تكلم لانه لازم يضغط على هذا الدفاع لازم انه يدفعوا للغلط وهذا ما سواه في الهدف التاني شفت الهدف التاني عملية متلة ما بين بواليا ديانج و اجايي اعطت كرة عميقة ما فيها ولا شي ولكن فيها ضغط فيها ضغط على الحارس فيها ضغط على المدافع حتشوفوا الهدف التاني فيها ضغط على اللاعبين ولذلك فكان هناك دفعته للخطأ وسجل الهدف التاني انا اقول بي ان هناك ثلاث عوامل ان اليوم نجحت اعطت الفوز للأهلي اولا الانضباط لان الاهلي كان منضبط شناوي الوديانج وبضربانون نحسب للمدرب حسابات ايضا ايش عندي في ديكات حتيات ايش ممكن ان يساعدني اليوم مش ممكن انه يحطي دخول دخول صلاح محسين كان مهم جدا وكان فعال وشفت السرعته سرعته ادت اعطت اضافة سرعته حسه ايمانه لدلك في التغيير دائما مهم للفريق ومهم انه المدرب ينجح في التغيير يعني لفت نظري ويتحدث سيكتكيا ان اسلوب الضغط الذي اتبعه المدرب مأمن وبيلعب بما يش بالتراجع الدفاع وهو تنظيم دفاعي لكن كان بيدغط ومن احد وسائل الضغط من اجايي وديانج وكرة عميقة استطاع حراز الهدف التاني فيه توفيق من خطأ مباشر من الحارس لكن بيقابل دي خد بالك حاجة عارف خطأ الحارس جي ليه الحارس هو الطالع رايح يمسكها ففجأ عد خط عد خط التمنتاشر فبعد ما رفعي دي رحمل ازاي كان صلاح مقصد يعني تبرا نوع من العدالة التي تحققت يعقبه على الفرصة يعني طبعا كان ينبغي طرده واحتساب دهر محمد شريفي الحياة مش ممكن لو هتشوفوا الصورة دلوقت انا عايز اشوفها هو رافع لا دي ده ضهر انا نفسي اشوف صورة هو في الارض رافع الفانيلا عشان ما يقولوش انتم جايبين صورة حد تاني اه هو في الملعب ورافع الفانيلا كرة دي دي صورة محمد شريف على صفحته وهو بيقول له ده ضهري لانه الحياة في الملعب حتى لو فيه صورة جاهزة للحارس وهو رايح اولا ملبس رجله في ضهر محمد شريف قبل بيمسكوا الكرة اه يعني الحاكم كان ممكن ممكن التمثل العزر انه ممكن يكون عمودي على اللعبة فربما يكون ما شافهاش لكن اللاين مان هنا مشكلة كبيرة جدا لانه على الجنب شايفها كذب رهي لعيب مرة واحدة را عامل كده ماكفي على وشه بيحسيم عليه يالي تقول له بيحسيم بول على شريف اه يعني حتى الحياة كان فيه هو ده كده بالضبط كده فالكلام ده ما يعني يعني هو لكن بقولك الانذار بتاع بدر بنون ملخص المطش اه انت بتكتب فرقة بص اه 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 الحياة لدي فيه واحدة اوضح كابتن ناصر عباس في تحليله هنا في القناة مع كابتن ايمن شاول الستوديو التحليلي شفتوله لقطة هو جايب لا فيه واحدة اللي قبل دي بالضبط قبل دي لان دي خلاص دي مسك الكرة لا مش مسك ده دي ضرب وخلاص ورجله نازلة كشت كشت الظهره اه وبيقع ده فيه واحدة هو فارد رجله كده فارد رجله ومستنه كرة يعني الاعتداء حاصل قبل الكرة قبل ما توصله الرجله في ظهر اللعيب ولسه كرة ما جاتش وهنا ما فيهاش اي كلام عن خطأ تقدير الحياة شناوي وقالو ديانج اختيرة ضمن التشكيل المسالي في جولة ازهاب لدور التمانية شناوي واخد 7.4 من 10 وقالو ديانج واخد 7.5 من 10 في التشكيل المسالي لان الاثنين الحياة ماشاء الله عليهم قالو ديانج بقى العيب تقيل في الملعب ابالما منوص الفرقة في الرقاء العودة يخش التشكيل المسالي بإذن الله ويخش زي الصخرة. اللي احتكر افضل لاعب مدافع في البطولة في كل مرة الاهل اخدها. اه الحمد لله. والجمعة نشوف رأيه. من الشوت التاني اقل كتير جدا من الشوت الاول. انما يعني برضو هبرر لموسيماني انه انه لعبه بزكاء شوية. تراجع. اعتمد على اخطاء فريق اه سان داونز. قدر انه يوفق في الكورة فكورة الهدف التاني استغل خطأ اه انواندو. اه النادي الاهلي كان ممكن يقبل هدف. اه انما اه النهاردة الشيناوي زهر بالشيناوي اللي قبل اه بطولة اه افريقيا اللي فاتت. او قبل اه يعني بعد العودة من الاصابة وفرونة. بعد العودة من كاس العلم للاندية اه تراجع بعد الشيء. انما اداءه النهاردة مع ديانج انا رأيي كانوا سبب رئيسي في فوز اه الاهلي. اكتر من عنصر نهاردة مش في مش في حالته. اه طريقة اداء اه حتى موسماني للمباراة زي ما قلت ممكن انا هبرر له انه هو بيتراجع للحفاظ على الهدف اللي احرزه ما يقبلش هدف ويلعب على المرتدات او استغلال خطأ زي ما حصل في نهاية المباراة. طيب. انما الفوز بالنسبة لي اه جيد جدا. اه عدم اه قبول اهداف. اه زي ما قلت اداء اه اداء اه ديانج والشناوي. مشاركة صلاح محسن. اه دي مكاسب مهمة جدا للنادي الاهلي يبني عليها. طبعا هو ما فاتوش طبعا ينوه على الظلم التحكيمي لتعرض للنادي الاهلي. لكن اهم حاجة الاهلي ودي اللي كنت عايز اقول لك انها كانت احد مصر. هو وقل الحياة بعد نهاية الشروط الاول في السيديو التحليلي اعلق. انا بربط بربط تصريحاته. اه بربط. بالاضافة الى اللي اللي عجبني جدا فيه. ام. هنا انه اشار الى ان الشناوي قدم نفسه كشناوي. ايوا. احنا من بعد ما رجع من كورونا لقنا شوية. هو حيلحق فورمته امتى. الماتش اللي فات كان له اكثر من تصدي مهم. الماتش اللي قبله. ساند داونز. شوفنا الشناوي. شوفنا الشناوي اللي استعاد تركيزه. شوفنا الشناوي اللي استعاد حيويته ورشقته وقدراته وموهبته. وربنا يساهل يخليه على هذا الاداء اللي يطمننا لحد ما نوصل للعشرة. باذن الله. الحياة صحف جنوب أفريقيا وأنا بطلعها مبارح عندها قدر عالي جدا من الموضوعية في كتير منها معترف أنه الآلي كان استحاق ضربة جزاء وكتير منها وجه اللوم للحارس على خطأ ضد محمد شريف ومعظم عنوينهم الحياة كانت هقول لكم بعد شبكة نيوز 24 الجنوب أفريقيا الآلي يحقق فوزا مهما للغاية مع أفضلية في النتيجة بعد هدفيه في سانداونز قبل مباراة العودة مع بيتسو موسيماني وقالت شبكة اي دابليو ان الأهل يغرق سانداونز بالضربة القاضية صحيفة تايمز لايف قالت موسيمانيا تفوق على سانداونز ويقود الأهل للفوز والأفضلية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا صحيفة سويتان قالت الأهل يمتلك الأفضلية قبل مباراة العودة بيبريتوريا خاصة وأنهم ملوك التكتيك عندما يتقدمون في النتيجة وصحيفة زي سيتزن قالت الأهل يتفوق على سانداونز بقيادة موسيماني وديسكي تايمز قالت البيتسو موسيماني يحرم سانداونز من تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة ويغلق أمامه أبواب ويغلق أبوابه أمام نديه السابق كيك أوف قالت سانداونز يسقط أمام أهل بيتسو ده كان مردود صحف جنوب أفريقيا وتعليقاتها لكن كل مباراة لها ظروفها وكل مباراة لها طبعتها لعبت النادي الأهل من مجرد ما انتهت المباراة الكلام واضح جدا من الكابتن ساد عبد حفيز مدين الكرة ولا حاجة السيد إبراهيم الشرط الأول خلص الشرط التاني في توريطوريا دائما وأبدا شبح الهزيمة 5 صفر ما بيطردنا ونشكر نشكر الجانب المدربين والإداريين بتوع سانداونز إنهم دايما بفكرون فبإذن الله نبقى منتبهين للأسباب التي قدت إلى هذه الهزيمة الغريبة المريبة الخميس هيكون عندنا حلقة مهمة جدا ومطولة من عشر الوحدة في صهر مع حضراتك هيكون فيها كتير من مساحة الرد على كتير من الافتراءات والافتئات ضد النادي الأهلي لكن الحقيقة يمكن تفعولا مع قرارات النادي الأهلي وتقديرا لما أصدره النادي الأهلي من قرارات عبر الأستاذ ممدوع عباس رئيس نادي الزمالك السابق وأحد كبار رجال الأعمال الزمالكوية عن تقديره لقرارات الأهلي وكتب تويتا بيقول فيها ما أعلنه الأهلي بالأمس من قرارات في مجلس إداراته وبالكوادر التي ستتولى تنفيذ قراراته أعتقد أنه سيكون بعيد بعيدا إذا تم التنفيذ بهذا الشكل هو أي الرأي فيما يحدث في الزمالك الحقيقة مش هنقدر نقرأ لأنه ده أمر يخص نادي الزمالك وإحنا زي ما قلنا لكم نفسنا الكل يتفرغ فقط ليه هو الرجل قال الرجل على الفكرة يقول نفس كلامي إذا فضلنا نفكر في الأمور بنفس الطريقة وما روحناش للاتجاه الموضوعي دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله تصبح ركو اشتراح نفسك شكرا